بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا موضوعنا اليوم مطروح عالميا ويناقش في منظمات عالمية وعلى مستويات أكاديمية هو موضوع مقزز عند بعض الناس وعادي وطبيعي عند البعض الآخر هناك اختلاف في الثقافات عند بعض الشعوب واللي شجعنا على طرح الموضوع بصراحة انه عم نلاحظ في بعض الثقافات عند بعض الشعوب في كل القارات وحتى في أوروبا انه أكل بعض الحشرات أو بعض الحيوانات الرخوية وغيرها مقبول وعادي وطبيعي ومثال على ذلك هناك شعوب تأكل الجراد وتعتبره وجبة لذيذة ومغذية وشعوب تعتبر دودة القز يعني دودة الحرير أيضا مغذية ولذيذة وعادية والحلزون الببوش بعض الشعوب تتناولها بشكل عادي وطبيعي وتجدها أيضا لذيذة فهل خطر على بالك يوما من الأيام أن تتناول وجبة فاخرة من الحشرات في أحد المطاعم الكبيرة وكأنها الوجبة المثالية على الأرجح سيكون الجواب لا فما رأيك أن تغير رأيك نشرت منظمة الصحة والغذاء التابعة لهيئة الممتحدة الفاو مؤخرا تقريرا تحث البشر على اعتبار الحشرات أو بعض الحيوانات الرخوية على أنه مصدرا غذائيا كباقي مصادر الغذاء الأخرى والسبب يعود إلى القلق المتزايد حول مستقبل الأمن الغذائي فمن المتوقع أن يصل تعداد سكان الأرض في السنوات المقبلة إلى تسعة مليارات نسمة مما يعني زيادة ارتفاع نسبة سكان الأرض الذي سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستوى سهلاك الغذاء وبعيدا عن فكرة أكل ومضغ الحشرات التي يعتبرها الكثير بأنها مقرفة ومقززة إلا أن الحشرات تحتوي على العديد من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الأنسان من الدهون والبروتينات وبعض الفيتامينات الأساسية فالحشرات تحوي على كمية جيدة من البروتين مقارنة بمصادر البروتين المعتاد عليها كالحليب واللحوم مع مراعاة أن الكمية تختلف طبعا من حشراء إلى أخرى ليس مجرد موضة فالإقبال الواسع بوجبات أكل الجراد والخنافس والديدان وغيرها من الحشرات هو جزء من الأطعمة الصحية والبيئية وبالنسبة للحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم هذه المخلوقات الصغيرة حلا محتملا للتحدي المتمثل في مواجهة التغيرات المناخية لتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان من المقبول على نطاق مواسع أنه بحلول عام 2050 سيكون عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة وهذا يعني أن الإنتاج الغذاء الحالي سيحتاج إلى أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن بالنسبة للعديد من المجتمعات والثقافات فإن تناول هذه المخلوقات يعد بالفعل جزءا من الحياة اليومية وهناك أكثر من 1900 نوع من الحشرات الصالحة للأكل لكل منها خصائصها المميزة ونكهتها ويتمتع بها أكثر من مليار شخص حول العالم في الواقع يتم إدخال منتجات غذائية حشرية صالحة للأكل من قطع البروتين إلى المعكرونا يتم تداولها في أسواق جديدة وتباع على الأنترنت من قبل رواد الأعمال في الواقع إحدى سلسلة محلات السوبر ماركت الشهيرة في المملكة المتحدة بريطانيا قدمت مجموعة من نكهات الشواء للصراصير المحمصة والمقرمشة في 250 متجر منذ نوفمبر من العام الماضي وكذلك تجار التجزئة الآخرين يستعدون ليحذو حذوها وإذا كنت تفكر في تجربة ذلك في المنزل فإن كتب الطبخ أيضا متوفرة في الأسواق نمل مشوي أو عنكبوت مقلي أو حتى دودة حية قد يقزز مجرد ذكر هذه الحشرات الكثير من الأشخاص إلا أن هذه الحشرات تشكل الطبق الأساسي بامتياز العديد من الشعوب فأكثر من مليوني شخص بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو يأكلون الحشرات يوميا إذ يعتبر النمل الأحمر المشوي طعاما شهيا في المكسيك ويعد طبق ديدان موبان المقلية من المأكلات المألوفة في جنوب إفريقيا وديدان جوز الهند الحية تشكل أطيب المأكلات في بعض مناطق فيتنام أطباق اعتادها كثيرون في مختلف أنحاء العالم إلا أن ممارسة أكل الحشرات ما زالت عادة غريبة برغم ازدياد اهتمام الطباخين ورواد العمال والمنظمات العالمية بالحشرات التي قد تشكل طعام المستقبل أو قد تساهم في الأمن الغذاء العالمي نجد في بلجكا مثلا شركة Green Cow التي تقدم منتجات تحتوي على يرقات الخنفساء لتوزيعها في المتاجر العادية وطعمها كطعم الجزر أو الطماطم أو حتى الشوكولات وتقدم الشركة الناشئة Eat Into في المملكة المتحدة هريسة من الدود أو الكركيت في مهرجنات الطعام حتى أنها فتحت مطعما متخصصا بمطبخ الحشرات واللائحة طويلة كالطحين المصنوع من الكركيت أو الفلافل من الدود كما توجد منظمة غير ربحية The Nordic Food Lab تعنى بدراسة مطبخ الحشرات وتتخذ من الدنمارك مقرا لها وانخرطت منظمة الفاوة الدولية أيضا بجدية في مطبخ الحشرات من خلال الدراسات والفعاليات مع تنظيم أول مؤتمر بعنوان الحشرات لتغذية العالم في ماي 2014 والاعتماد على الحشرات كذا ظهر في اليابان والصين وكوريا الجنوبية الذين أصبحوا يستخدمون دودة الحرير والجراد وصرصار الليل كما أن هناك 1900 نوع من الحشرات كما ذكرنا الغني بالبروتينات والتي تستخدم كالذاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ولعل أكثر الحشرات والعناكب الشعبية في العالم هي الكريكيت والنمل الجندب وباقة متنوعة من الدود مثل دود موبان ودود تلقز ودود الشمع إضافة إلى العقارب والعنكبوت الذئبي تشجيع الفاو على اعتماد الحشرات كبذيلي بروتيني في غذاء البشر قد يصطدم بمعايير ثقافية واجتماعية لدى كثير من الشعوب فكثير من الناس تجزع وتشعر بالطراب المعدة لمجرد سماع فكرة أكل الحشرات كما أن رأي الدين في الاعتماد على الحشرات في الواجبات ربما سيكون هو فيصل لدى كثيرين في اتباع هذه الطريقة في الغذاء وفي فرنسا اكتشف الباحث روان فيسار أثناء زيارته لتايلاند الحشرات غنية بالبروتين ونقلها إلى أهله كي يتذوقوا طعمها بل وأكثر من ذلك أقام مزرعة في فرنسا لتربية هذه الحشرات وقسمها إلى نوعين أنسكتو لاستخدامها لغذاء الرياضيين وقدم كتالوجا به ستين منتجا وثلاث عشر نوع من أنواع هذه الحشرات ومنها العقرب والبقر وقد اثتتح مطعما في مدينة نيس لتقديم هذه المأكولات وعلى الرغم من أن الحشرات شكلت مصدر أكل للناس طوال عشرات آلاف السنين في كل أنحاء الأرض فلم تصبح يوما شائعة في الدول المتطورة بل فقط في العديد من المناطق الناشئة في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا ففي تايلاند وفيتنام وكمبوديا والصين وأفريقيا والمكسيك وكولومبيا وغينية جديدة على سبيل الذكر للحصر يتناول السكان الحشرات لقيمتها الغذائية وطعمها على حد سواء والسؤال ليش ما طورت عادة أكل الحشرات في الدول المتطورة طبعا لا يوجد دراسة فعالية للإجابة على هذا السؤال ولكن يبدو أن انتشار الزراعة وتدجين المواشي والحيوانة الأليفة كان سببا وإذا نظرنا إلى هذه الفوائد نجد أن الحشرات مغذية جدا وهي بمعظمها تحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة في الكربوهدرات وبحسب نظمة الفاو فأن الحشرات توفر بروتين عالي الجودة وعناصر مغذية على غرار اللحوم والأسماك فعلى سبيل المثال نجد في الجنادب القدر نفسه من البروتين الموجود في لحم البقر المفروم مع نسبة أقل من الدهون بينما تكون وجبة الديدان أو اليرقات بديلا عن الأسماك كما أنها غنية بالألياف والمغذيات الدقيقة مثل النحاس والحديد والمغنيزيوم والمنغنيز والفوسوار والسيلينيوم والزينك من دون أن ننسى أن الحشرات تشكل مخاطر منخفضة لانتقال الأمراض الحيوانية المنشأ كأن في الونزة الطيور أو جنون البقر أما الفوائل البيئية لأكل الحشرات فهي أيضا كثيرة فتبعث الحشرات معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري أقل من الماشية التقليدية أيضا يمكن تحويل علف الحشرات من النفيات البولوجية كالمواد الغذائية والفضلات البشرية والسماد والطين الحيواني إلى بروتين عالي الجودة الذي يجوز استخدامه كعلف الحيوانات كما تستخدم الحشرات كمية مياه أقل بكثير من الماشية التقليدية وبعضها مقاوم للجفاف ومن الفوائد الاجتماعية نجد أن جمع الحشرات وتربيتها قد توفر استراتيجيات مختلفة لتنويع موارد العيش فيمكن جمعها مباشرة وبسهولة مع الحد الأدنى من الانفاق التقني والأموال لذلك تستطيع المجتمعات الأكثر فقرا كالأفراد الذين لا يملكون أراضي مثلا في المناطق الحضرية والريفية جمعها والاستفادة منها الأكيد أن الحشرات لن تغير شكلها أو تصبح أكثر جاذبية بل إن حل الاستدامة بين أيدينا نحن البشر وقد بدأ المشوار مع تضاعف الاهتمام بأكل الحشرات وجعل التكنولوجيا والروح الريادية في خدمة أكل الحشرات على غرار مشروع لصناعة مزرعة منزلية لتربية الحشرات في مطبخك فهل أنت مستعد؟ الحشرات المخلوقات الضئيلة التي غالبا ما يتعامل معها الإنسان بصفتها مصدرا للإزعاج إن لم يكن للسع والمرض هي نفسها التي يتغذى عليها ملياراء إنسان على سطح الأرض وهي المرشحة لأن تكون بمثابة غذاء بديل للبشر صحي واقتصادي ومليء بالبروتين ولا تتطلب الحشرات طاقة لإنتاج علف لها ونظرا إلى طبيعتها ذات الدم البارد لا تحتاج إلى إبقاء درجة حرارة البدن مرتفعة في المعدل العام تستهلك الحشرات كيلوغرامين من الغذاء لإنتاج كيلوغرام من لحم الحشرة وفي الطرف المقابل تتطلب الماشية ثمانية كيلوغرامات من العلف لإنتاج كيلوغرام واحد من اللحم البقري علاوة على ذلك تنتج الحشرات كسرا ضئيلا فقط من العوادم كالميثان والأومونيا والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري وللتأثير الاحتراري ومن فضلات السماد الملوثة للبيئة بل وبالوسع استخدام الحشرات أيضا في تقليص المخلفات بالمساعدة في عمليات التسميد الطبيعي للتربة من خلال إعادة المواد المغذية إلى الأرض وكذلك التخفيف من الروائح الكريهة إن فكرة الانتقال من أكل اللحم إلى تناول الحشرات هي إحدى الأفكار التي ستنهض بالبيئة فالحشرات لها القدرة على التكاثر بسرعة أكبر من الدجاج والماشية ومن فوائد أكل الحشرات إضافة إلى أنها مليئة بالبروتين والمعادن والفيتامينات أيضا أكل الحشرات يساعد على كبح السمنة تحتوي الحشرات على كمية من الدهون تماثل تقريبا تلك التي نحصل عليها من اللحوم ولكن تتميز دهون الحشرات بأنها تساعد في إبطاء انتشار وباء السمنة ويمكن أن ترشيح الحشرات كمصدر غذاء صحي للأشخاص الذين يعانون من السمنة واعتباره حل جيد لمكافحة نقص الغذاء التي تعاني منه بعض المناطق خصوصا تلك المناطق ذوات الدخل المحدود التي تضم في حناياها أطفال يعانون من سوء التغذية ومن المخاطر الصحية القاتلة والحشرات أيضا لا تسبب لنا الأمراض كاللحوم الحشرات الصالحة للأكل تشكل خطر غذائي أقل من اللحوم فنحن بالفعل نأكل الحشرات في حال أعجبنا ذلك أم لا فالشوكولاتة تحتوي حوالي خمسين جزءا من الحشرات وكذلك زبدة الفول السوداني فهي تحتوي على ثلاثين جزء من الحشرات لا يفوتنا الحديث عن طعم بعض الحشرات كما يصفه البعض فمثلا النحل لديه طعم غريب جدا فلديه نكهة كنكهة الفول السوداني أو اللوز والنمل ذو مذاق حلو قليلا أما الجنادب تعتمد على عدة نكهات أما الجراد فيشبه طعمها كتوابل الطهي والدبابير ويرقات الشمع لديها نكهة جوز الصنوبر والخنفساء لها نكهة التفاح وأخيرا وليس آخرا ديدان الصبار الحمراء فهي تتميز بطعمها الحار واللاذع وأخيرا يجد الخبراء أن الحشرات هي الحل لمشكلة الطعام التي بدأت تهدد البشرية ولتوفير الأمن الغذائي وخصوصا للدول الفقيرة والحد من سوء التغذية الذي يقتل حوالي 3 ملايين طفل سنويا أكل الحشرات ليس المستقبل بل هو الحاضر وفي قلب ثقافتها وتقاليدها إلا أن قطاع الحشرات الصالحة للأكل ما زال يخطو أولى خطواته في العديد من الدول الأخرى ومن الصعب توقع نجاحه أم لا فهل سينجح الخبراء في قلب أذواق ملايين الأشخاص وحثهم على تخطش مئزازهم لتصبح الحشرات جزءا من أطباقهم اليومية هل ينجحون أيضا في تعديل القوانين لتسهيل بناء مزارع الحشرات وتربيتها وصناعتها في الدول المتطورة أسئلة برسم المستقبل حبيبنا الموضوع جدير بالتأمل فما هو رأيكم بالموضوع؟ نقلناه لكم بأمانة في الفيديو القادم إن شاء الله سنتحدث بموضوع الكرة الأرضية تنتظر كارثة والحشرات هي السبب انتظروا الفيديو القادم ولا ننسى أن نشكر حبيبنا من مشتركين وزوار على تفاعلهم وثقتهم الغالية ومن رحب زوارنا اللي عم يزورونا أول مرة وإن أعجبتكم القناة شاركونا بالضغط على زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته